الأزمة الاقتصادية في المغرب تتفاقم بعد تعمق متعاب المؤشرات السلبية للتجارة الخارجية اتتجاوز العجز التجاري خلال أحد عشر شهرا أكثر من 27 مليار دولار بزيادة قدرها 57% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق وتعمق فارق الواردات مقابل تقلص الصادرات حيث زادت فاتورة واردات المملكة بأكثر من 42% ببلوغها 64 مليار دولار مظاهر الهششة الاقتصادية للمغرب ظهرت بشكل أوضح في فاتورة الطاقة التي بلغت أكثر من 13 مليار دولار بزيادة قدرها 110% بالمقارنة مع سنة 2021 فاتورة الغداء شكلت أيضا أحد أبرز مسببات اختلال الميزان التجاري حيث تضعفت قيمة واردات القمحة للمملكة خلال 11 شهرا من سنة 2022 لتسجل 2.3 مليار دولار كلها مؤشرات ساهمت في تباطئ حاد للنمو في المغرب خلال الربع الأخير من السنة الماضية حيث بلغ 1.6% بعد أن سجل في الربع الثاني 2% متهاويا بـ 8.7% مقارنة مع النسبة المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2021 أفاق قاتمة وضبابية تطبع أداء الاقتصاد المغربي بعد أن هيمن العرض التجاري وتباطئ النمو على الأداء الاقتصادي للمملكة ما ينظر بأزمة اقتصادية حادة خلال السنة الحالية